المسر الذي جعلنا نتطير من الانبهار بأي شيء عدا ما نحن عليه لماذا نحتاج إلى التملق لما لدينا رغم كل المعاسي التي نعانيها بسبب هذا التمسك المرضي بما لدينا واعتباره أمرا جللا وعظيما ولا سابق له ولا نظير السؤال وهي يجب أن ننبهر أو لا؟ الجواب نعم ورح أوضحه بعد أن أدعكم تستمعون إلى السيد الغنيبي وماذا يقول عن موضوع نشرته سابقا وهو عن موضوع يعني انتصار بشري وإنجاز بشري كبير وهائل رحبت فيه البشرية جمعاء بغض النظر عن أي جنسية وأي دين وأي قوم كلهم رحبوا بهذا المنجز لكن إلا القنيبي ومن يتبع القنيبي فقال أن هذا الموضوع لا يستحق هذا وهو ما يقال أن هناك إنجاز هذا الأمر بالنسبة أنه يجب أن نحضر منه فبعد الفاصل استمعوا إلى السيد القنيبي أمريكية ناسا صورا تشويقية لما قالت أنها أعمق صور للكون تلتقط حتى الآن على الإطلاق وهذه الصور تبين جانبا من عظمة الكون من حولنا على الإطلاق وهذه الصور تبين جانبا من عظمة الكون من حولنا الملفت للنظر أن هذه الصور نفسها تزيد الذين آمنوا إيمانا وتزيد المنبهرين بالغرب سفها وكفرانا ناسا صورا تشويقية الملفت للنظر أن هذه الصور نفسها تزيد الذين آمنوا إيمانا وتزيد المنبهرين بالغرب سفها وكفرانا وهذا حال الآيات الكونية المنظورة تماما كالآيات المستورة لحظه ويقول أن صور نشرت صورا تسويقية وقال بأن هذه الصور تسويقية نشرتها لما قالت كررتها لكم حتى تشوفون لما قالت ناسا بأنه كذا وأيضا يقول هذه الصور طبعا أشار إلى الله وأنها دليل على علامة الله وبعد ذلك قالت هذه الصور أزادت الذين في قلوبهم مرض أو الذين منبهرين بالغرب سفها وعدوانا أو شيء من هذا القبيل على السجع نسيته لكن القضية بالنسبة إليه هي التي تأكدها دائما يعني عندي حلقة نشرتها أنه خرافة العقل العربي كيف نفكر نحن؟ لا نفكر بالطريقة الصحيحة لأننا ننطلق من الدين والذي هو فكرة غيبية وإيمانية لا علاقة لها بالواقع لكن هذه الفكرة غيبية دائما هي التي نفرضها على الواقع فبالتالي عندما يحدث شيء إنسان يكتشف يعني التليسكوب طلع بالفضاء وقدم منجز بشري وصور يعني المسألة ما لها علاقة بالدين على الإطلاق يعني أين الدين فيها لا يوجد دين لكنه عندما ينظر إليها المتدين من أمثال القنيبي وكل متدين هكذا بالمناسبة لأنه هو النمط التفكير فهذا النمط التفكير عبر التاريخ موجود في شعوبنا يعني ليس مسألة مو مسألة اختيارية أنت تولد لابد أن تفكر بهذه الطريقة ليست مسألة يعني أنا أنتقيها وأرفضها لا هي أنت هكذا مكون وهكذا تم تركيبك أو تمت صناعتك داخل الجماعة الشرقية أو الإسلامية أو المسيحية الذي يولد في هذه المناطق فبالتالي يفكر بهذه الطريقة ويقول المنبهرون بالغرب هؤلاء زادتهم سفها وكفرانا يعني هؤلاء يجب أن لا ينبهروا مثله هو بالنسبة إليه ليس هذا إنجاز بشري بالنسبة إليه هذا تهديد بشري هو هنا القضية هذا بالنسبة إليه زادتهم كفرا فبالتالي هذا التهديد من الكفر بالنسبة إليه ليس مسألة إنجاز لأنه لا يحفل بالإنجازات ليست المسألة بالنسبة إلينا أنه هناك إنجاز بشري قد يعودوا عليه بالنفع وفعلا هذه المسألة عادت علينا بالنفع جميعا بحيث هو الآن نفسه يطلع يتحدث على الأونلاين بفضل هذه الطريقة من اكتشاف الفضاء الخارجي وبفضلها اكتشاف قوانين الكون وقوانين حركة المدارات والأفلاك وبسببها خلينا الساتيليت يعني الأقمار الصناعية استطاعنا رفعها ونقل الإشارات بين طرفي الكرة الأرضية هو المستفيد منها وهو الآن متنعم فيها لكنه مع هذا بالنسبة إليه لا هذا خطر جسيم هذا كفر بواح لأنه أنا لا أنتقد طريقته لا يهمني انتقاده الآن وليس الموضوع موضوع نقد أو مدح لا مو هذا وهو أيضا طبعا بالمناسبة عندما تحدث في هذه الطريقة سيخرج علي من يقول أشوف هذا كفر هذا يفكر بطريقة كفرية هذا شخص يحاول أن يدعونا لنبيهار بالغرب والخروج من أفق الجماعة والقطية فهما عندما يجدون شخص مثلي يتحدث بهذه الطريقة حتى لو كان كلام صحيح هو ليس هذا الأمر هذا الأمر هل يندمج مع المنطق والعقل الذي يعمل داخلي هذا عندما لا ينسجم بالضرورة هذا شيء يجب أن يعتبر إنكارا وأعتبر شخص منبهر الأسماء كثيرة جدا المهم الواقع والحياة والمنجز البشري ليس هو المحط الخيار إنه هذا الشخص من خارجنا نحن لا نحتفل به بالطريقة نفسها لو كان هذا الذي حقق هذا الإنجاز حتى نفضح طريقة التفكير لو قلنا مثلا هذا التليسكوب كان يقوده شخص مسلم مثلا أو من أو مسيحي أو أنا مؤمن مسيحي مثلا أو أنا دبوذي فبالطريقة نفسها عندما لو قلنا هذا التليسكوب صنعته مثلا صنعته يعني جامعة الأزهر أو صنعته يعني مؤسسة ابن باز مثلا وهي اللي أشرفت عليها هي أطلقت الفضاء الخارج ما لا سنقول نسأل القنابي نفسه ما لا سيقول القنابي سيقول شوفوا سبحان الله كيف هذا الدين العظيم الذي آمننا به جعلنا نصنع هذا الشيء ونطلقه للفضاء الخارجي والحمد لله على نعمته وهذا سيزيد الكفرة الحمد لله على هذا وهذا بالتأكيد سيكون شوكة في عين الكفرة الذين ينابزوننا فبالتالي المنجز ليس هو المأيار الإنسان ليس هو المأيار المهم الفكرة الهلامية التي في رأسنا الدين الذي ننتبه عليه وهو الذي يحدد لنا ماذا نفعل ماذا نقول ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا ما الذي لا نشربه ومن أكله من الذي نتحدث معهم أو لا نتحدث سيكون العملية إلها علاقة بهذا الموضوع هذا سيستم أنا لا أتحدث كلام عام لا أنا أتحدث عن سيستم التفكير بعد ذلك قل ما تقول الموضوع ليس أنا وليس ما أقول إنما هذا السيستم الذي أنت عليه وأنا عليه ونحن جميعا الذي ولدنا ونشأنا وترأرنا عليه هذا هو الموضوع عندما تتحدث وقل يشوف هذا يتحدث قال الله كفرية أنت تتحدث بلسان هذا السيستم عليك أن تنتبه أي إن كان من يستمع إليه خاصة من المتدين ولا أدعو متدين أن يستمع إليه على طلاق لأنني قد قد أزعجه لأنه فعلا أنا فعلا أزعجه يعني يعني يجب الاعتراب بهذه المسألة فبالتالي أنا أدعوه هذا إلى أن يفهم أن ما أتحدث عن سيستم وهذا هو اللي يأنيني أنا فقط أعطيك مواصفاتك مواصفات التي يفكر بها الإنسان الشرقي تحديدا ليس بسبب الدين الإسلامي وليس بسبب القليبي لا هذا نظام تفكير عمره 4000 سنة ليس الآن الإسلام أصلا هو نتيجة من نتائجه الإسلام بأكمله كل حركات الدينية هي نتيجة من نتائجه والصراعات فيما بينهم من أجل أنه يقولون أن نحن على الحق ونحن هاي الفكرة هي الفكرة الصحيحة بالنسبة لنا هذا تلقف الفكرة الدينية أو الإله وعبد الإله بطريقة مختلفة عن طريقتنا وهي كل الصراعات داخل مسألة غير ملموسة لا علاقة لها بالواقع صراعات حول قضايا لفظية بلاغية لا أكثر ولا أقل لكن هكذا الحال هذا هكذا نفكر نحن وهذا الذي يجب أن نفكر بعد ذلك التشتري قرر قرر أنا أعطيك السيستم التفكير الذي تفكر به الإطار الذي تضع نفسك فيه ولا ترى لأنك داخل الإطار مثل الشخص يتحرك داخل المدينة مثلا هو لا يرى نفسه ويختلف ويعيش ظرفه ويعيش داخل أو مثل سمكة داخل الماء لا تستطيع أن تشعر بما هي عليه وتمارس حياته لكن هناك من ينظر من الخارج ويرى هذه السمكة هناك مثال أفضل يعني أرغب أجعلكم ترون حتى تدركون الفكرة التي هتحدث عنها ما أني هذه الصورة التي ترونها التي نشرت على صفحتي في فيسبوك فيها سمكتان سمكة كبيرة بالعمر مشت كانت تمشي في الماء وهي حكاية عالمية فالتقت مرت بجانبها سمكتين صغار أربعة شابات قالت لهم كيف حال الماء شوكم شباب يعني قالت لهم كيف حال الماء فدولي يعني نضروا بشكل غريب للسمكة المسنة وعبروا جاوزوا بعد شوية عبروا التفت التفت واحد من السمكة الشابة للسمكة الثانية وقالت لها ما هي ما هو الماء بحق الجحيم فهي الفكرة أنه أنت تعيش ضمن هذا الجو وتعيش ضمن ما أنت عليه لكنك لا تشعر بحقيقة الأمور لا تفهم أين أنت كيف أنت ما هو ما هي البيئة التي أنت عليها ما هي الأسماء التي أسماء الأشياء أو العالم الذي أنت فيه المفاهيم يعني عندما تطلق اسمها تطلق مفهوما بعدما يقول ماء يعني الكل يفهم ما معنى كلمة ماء إذا نرى الماء لا تستطيع بدون كلمة لا تستطيع تتصل بالشخص يقول لا أريد ماء يقول لك ما معنى كلمة ماء فهذا نفس الشيء الآن هو يعيش في الماء ويتنفس من خلال الماء وحياته بأكملها داخل الماء والأكسجين يحصل من خلال الماء لكنه لا يعرف ما هو الماء فبالتالي نفس الفكرة نعيش في هذا الدورق أو البحر أو النهر لكننا لا نشعر كثيرا بما يجري ومن يساعدنا ومن يشجعنا على أن لا ندرك ما نحن فيه هم هؤلاء هؤلاء يقول لك لا تنبهروا بالغرب لأن الغرب ماذا يفعل ينبهك يقول لك أنت تعيش في جو فيه أكسجين هذا الأكسجين ضروري هناك أرض هذه الأرض كذا وهذه أكو حقائق موجودة دام لا تقبل الشك هناك يقول لك والله يحدثونك عن جنة ويجب أن تفعل كل شيء من أجل الجنة لا هذا يقول لك يعني كلام موجود لكن أنا علميا لا وجود لا دليل عليه هذا هناك فئات تعمل من أجل هذا الموضوع وهي كسبت المال والوجاهة والسلطة والثروات وكنزت وجمعت وقالت بأنك عندما تذهب إلى الآخرة يجب أن ستذهب إلى الجنة لأنك تبرعت لنا بأموال وقصص وهذه الطريقة التي يتحدث بها السيد القنعبي فالفكرة فالفكرة هي هذا اللي أدو وصلها لكم وعمويا هذا مثال السمكة أو القصة السمكة أو حكاية السمكة في الماء وكلمة الماء هذه تستحط توحدها فلسفة كاملة أدعو كثيرا أنا أنا بحثوها لأن سيكتشفون أشياء سيتعمقون في موضوع يعني المعضلة البشرية أو القصة البشرية بشكل خطي يعني سيكتشفون أشياء يمكن لا تفصل بالحسبان أدعو الجميع للتفكير في هذه القضية طبعا هذه صورة الشخص اللي تشترون أيضا هو مشهور هذا قدم فكرة بقال بأن الغرب وجده لكي يخدمون يعني لا يجب أن نتبع ما فعله الخرب أنما نستفيد منه فقط سخاره سخاره الله لنا نحن وظيفتنا فقط أن نصلي ونصوم ونؤدي الفراض وكل ما علينا أن نستفيد مما فعله الغرب لكن لا يس علينا أن ننبهر به بطريقة أو بأخرى يعني بأبارة أو بأخرى يقول لك لا تشيرون هم كل شيء محلول وستقبلكم مضمون في الآخرة ولا تقلقوا ربما ستنظم مواردنا ربما يسرقها الغرب ونقعد على الحديد يعني وطمئن وبعد ذلك سيئة الغرب ويمنحنا كل شيء مجانا فهذا يعني هذا التفكير يعني أنا أعتقد هذا مؤمن في كلامه عندما يتحدث وانا سمعت له كثير يسخروا من كلامه لا أنا أعتقد هذا الشخص مؤمن جدا في كلامه لأنه يوميا يسمع هذا الخطاب وعبر التاريخ أباعة وأجداده والمجموعة بأكملها أو الشعوب بأكملها ملقنة على هذه اللغة فبالتالي أخلص إلى القول أو أعرض أعرض لكم ما قاله السيد الدكتور محمد عمارة وهو نموذج نموذج يعني أنا أعتبر من أكبر النماذج الذي القديمة التي أكدت على عدم الإنبهار بالغرب فلنستمع عليه لأن قرآننا وديننا يحذرنا من التعميم والإطلاق في الحكم على الناس قرآن سنة سنة منهج ليسوا سوا حتى هو يتكلم عن جهود صحيح وعندما يتكلم عن أهل الكتاب من أهل الكتاب كسير من أهل الكتاب طائفة من أهل الكتاب فكرة التعميم والإطلاق فكرة خاطئة إحنا وعندنا في التغريب تاريخيا كان فيه هناك فئة انبهرت بالغرب لأنها لم تفق حقيقة الإسلام وإنما رأت شريحة لا تعجبها من الفكر الإسلامي فانبهرت الغرب وعندما نضجت هذه الشريحة عادت إلى الإسلام والرؤية الإسلامية خذ على سبيل المسأل عندنا واحد سمانصور فهمي باشا في عشرينيات القرن العشرين كانت رسالته للدكتوراه في فرنسا ضد بيت النبوة وإنساء الرسول ثم عاد فأصبح عضوى في الشباب المسلمين وهو الذي كتب مقدمة معجم ألفاظ القرآن لفؤاد عبد الباقي عليهم رحمة الله طحسين في سنة ستة عشرين ألف ستة عشرين تشكك في عقائز في القرآن باعترافي في قصة الرحلة الحجازية وإقامة قواعد البيت ووصلت الإسلام باليهودي ثم عاد وفي سنة ألف ستة عشرين كتابه مستقبل استقافة في مصر لابد أن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها خيرها وشرها ما يحمد وما إلى آخر كل هذا الكلام وهو أخطر كتاب كتبه في التغيب وصل إلى أنه في سنة ألف وتسعمائة تلاتة وخمسين في لجنة وضع الدستور يطلب أن ينصف الدستور على ألا يصدر قانون يخالف القرآن الكريم وعندما ذهب إلى الحجاز سنة ألف وتسعمائة وخمسين لجنة الثقافية لجامعة العربية خطبته في جدة شيء مثير ذهب إلى الكعبة وتعلق بأستار الكعبة يبكي وبك الناس من حوله وأنا كتبت هذا عن التطور الفكري لتعسين إذا نقول فيه فئة من المتغربين انبهروا بالغرب واقتنعوا أن طريق التقدم واحد وأنه هو الغرب والنموذة الغرب عندما نضجوا تغيرت أفكارهم 180 ضرق لكن هناك عملاء لكن هناك عملاء أنت على نظر العالم الإسلامي تجد منظمات يسمونها منظمات المجتمع كما رأيتم السيد عمارة يتحدث وأنه هناك من بهر وأنه هناك تابوا لكن ما زال هناك عملاء الفكرة نفسها هو يقول بأن طعسين الرجل تغيره وتبدله وتابه واستغفره فهو يعني هذا السيستم الفكري السيد محمد عمارة والذي يعني أفسد عقول ملايين من الناس في السبعينات والثمانينات والتسعينات أيضا وكتبه كانت مقرؤة ويقولها عبارة عن تهويمات دينية لا بأس يعني تهويمات لكن هناك دعم حكومي وسياسي له كبير المسكين طعسين ما زال الآن علما كبيرا وقدم قراءة حقيقية قال قال في البداية أول مرة قال أن كلامي صحيح ولكن بعد ذلك بسبب الضغوط وسبب أنه العنف الكبير الذي واجهه حتى على حساب حياته وناس قتلوا بسبب هذا المواقف الحقيقية السيد عمارة هو نفسه الآن عندما يتحدث بالأخي يقول هناك عملاء معناته هناك إشارة منه للقضاء على العملاء ما معنى عملاء هذا العنف الديني الموجود داخله هو رجل عنيف يعني هو ليس رجل متدين أنا لا أسمي المتدين رجل عنيف يعني الآن مثلا عندما أتحدث الآن عن هذا الموضوع عندما يأتي الشخص ويقول هذا يقول كذا ويقول كذا هذا ضد الدين بأي حق أنت تتحدث بهذه الطريقة من أين أتيت بهذا الحق أنا أتحدث وأطرح أفكاري ولم أسئلك ولم أقدم لك شيء لكن من أين تأتي بهذا الحق أنت وضعت الدين حاجزا أو حجة لكي تكون عنيفا لكي تمارس العنف ضد الآخرين هذه هي الحقيقة وهذه الحقيقة دائما أقول أن العنف هو مصدر الدين أنه الدين موجود حتى يكون غطاء لتمرير تمرير شهوتك لممارسة العنف فالسيد عمارة فخور بهذا الأمر لا يريد أن يفكر لا يريد أن يقول لماذا هذا وما هو التقدم الذي نحن عليه بسبب هذا الفكر الذي يتحدث عنه هو نفسه ما قاله قليل قدما حاكموه بسبب قوله أن الأرض تدور حول الشمس بعد أن حاكموه قال له ما زالت تدور يعني هو تراجع يعني عشرات العلماء تراجعوا عن مواقفهم لكن هل تغيرت الحقيقة ما زالت الأرض تدور يعني ما زالت ما قاله الطاع سين وقال بأنه علينا أن نقتدي بالغرب ونقتدي بعلومه بحجاثته وأن نستعمل أن نصير على الطريقة التي ساروا عليه بطريقتنا و ما هو السيء في هذا الأمر لحد الآن نفس الدعوة ولحد الآن هؤلاء خلفاء محمد أمارة ومن أمثال القنيبة وغيرها ما زال هؤلاء يتحكمون بأمورنا وبحياتنا أنا لا أدعو للعنف ولا أدعو لأنه تمارسون ضدهم شيئا علينا أن نفهم هؤلاء هؤلاء ليسوا أناسا سيئون ويجب أن نواجههم بالعنف لا علينا أن نجعلهم يفهمون ما هم عليه علينا أن نجعل الناس تفهم ما هي عليه ليس الأمر تبشير لقضية ليس الأمر لعلاقة بالعنف بالعكس علينا أن نحصر على أقصى حد ممكن كل عوامل التي تؤدي إلى العنف لأن العنف هو المادة التي يحيى من خلالها المتدين المتعصب أو يظهر فيها لأنه هو يوفر له جانبا الجانب الذي يحتاجه الدين دائما تلاحظ أنه العنيفين الذين هم خريجي سجون يجد في الدين وسيلة أو بابا يستثمر منه يمرر من خلال رغب تشريد بالعنف ليس لأنه هو عنيف لأن الدين يوفر له هذه القضية هذا الفهم المغلوط يجب أن نفهم الموضوع الدين هو الذي وجد لكي يكون بوابة للعنف وليس لأن هناك أناس عنيفين وفر لهم الدين هذا الشيء علينا أن نفهم الحقيقة بالمقلوب الدين موجود لكي يكسب أناس لديهم شهوة للعنف وصمم لكي يكون لكي يحقق وجوده ويحقق بشروعة السلطة التي تتحكم بمصائر الناس عن طريق استثمار هؤلاء الدعوة الإسلامية في بداية كانت لم تنهض إلا بعد أن رفعوا السيف ومن رفع السيف الأناس الذين لديهم استعداد للمقامرة والمغامرة وغزو الآخرين وسلبهم ونهبهم بحجة أجهات بعد ذلك أصبح دينا ومحترما وأنا أحترمه وأحترم الدين ولابد أنا لا أقول أنها مسألة الدين عندما يستثمر الأنف هذا الشيء سيء لا مو بالضرورة يعني جميع السلطات تستخدم العنف يعني أي سلطة هي الدين حال حال الدولة الدولة تستخدم العنف لمتابعة مصالحها أي إنسان أيضا يمارس العنف أي إنسان عادي منفرد يمارس العنف بطريقة أو بخير لكن المسألة الآن يجب أن ندرك أن العنف حاجة أساسية داخل الإنسان يجب أن ندرك بأن هذه المسألة لا يمكن السيطر عليها لهذا سبب نجد الدين ناجح لأن هناك حاجة عند الإنسان للأنف الحاجة الحقيقية ليست للدين ولا الإيمان الحاجة الحقيقية لممارسة العنف أو وضع الإنسان لتمرير طاقة العنف الموجودة داخله هذه هي الحقيقة التي يجب أن نكتشفها من خلال هذه الحقيقة سنفهم كل ما يحصل في مجتمعاتنا وكل ما يتعلق بالبشر عموما وقبل حتى الكائنات الحية سنفهم ما يحصل بشكل ممتاز وهذا المفهوم مفهوم أن العنف هو جوهر كل شيء هذا سيوفر لنا أداة أو مفهوم يفسر مفهوم أو أداة تفسيرية تسمح لنا بأن نفك شفارات أي قضية تواجهنا أو أي موضوع أو أي إشكال لا نجد لا نجد له تفسيرا معقولا لأننا نصدم بأشياء ليست حقيقية مثل دين مثلا أو لهذا الدين هذا الإيمان لكن إذا ما ترفع هذه الكريمات ستجد داخلها الحاجة إلى العنف الحاجة إلى ممارسة العنف الحاجة إلى الحياة لأن العنف لا يستطيع الإنسان أو أي كان حي أن يمارس الحياة أن يواصل حياة بدون ممارسة العنف عملية الأكل هي عملية عنيفة فبالتالي الإنسان أو الطبيعة بأكمله الإنسان بأكمله أو الجماعة البشرية بأكمله لا تستعيش إلا يعني إذا قلنا لعمل الإنسان هناك دورة دموية داخل الإنسان هذه الدورة الدموية اكتشفها هارفي قبل ابن الهيثم ابن النفيس لا ابن النفيس اكتشف جزء من أتهى و إجاء هارفي وليام هارفي أعتقد اكتشف دورة دموية قرن السابع عشر أعتقد السادس عشر فاكتشف دورة دموية الحقيقة أن الدورة الدموية للإنسان أو للجماعة البشرية الدورة الدموية هي دورة العنف أن نحن كائنات لا تعيش بدون وجود عنف بل أن هذه الدورة الدموية لا تستمر إلا بممارسة العنف لأننا بفضل هذه بفضل العنف سنحصل على الغذاء نحصل على الدواء نحصل على كل شيء يقيم أودنا فبالتالي هذا العنف هو جزء أساسي من تكوين أي إنسان وبالتالي أيضا هو جزء أساسي من تكوين أي جماعة بشرية وأي جماعة بشرية بالضرورة هي جماعة قطعية وهذا القطع يحاول أن يخلق أو لا يحاول هو لابد أن يجد نفسه داخل تقليد ديني أو عقيدة دينية بطريقة أو بخرة حسب البيئة حسب المكان يجد هذا الدين الذي هو بعد ذلك يعتنقه ويؤمن به لأنه ليس لهناك حيات لا يجب أن يؤمن به ويجب أي أن يكون حريصا على أن لا ينبهر بالجماعات الأخرى المنافسة وهذه هي القضية لأن نرجع لموضوعنا نفسه على أن لا ننبهر وهذا القنيبي عندما يتحدث عفوا نقول هذا هذا الشخص الذي يتحدث عن الموضوع القنيبي وغيره وغيره وكل رجال الدين قاطبة بلا استثناء كل رجال السياسة وقاعدة العقائق كلما عندما يتحدثون بهذه الطريقة ستعرف بأن هناك صراع بين جماعات التي أدعو إلى الآن أن نخرج من هذه الصراعات ونحاول أن نجد سبل للتقارب فيما بيننا باختلاف جماعاتنا سبل للإنبهار ببعضنا بالحقيقة عندما نتأمل جيدا سنكشف بأننا يجب أن ننبهر ببعضنا ما زلنا أحياء ما زلنا قوياء ما زلنا نفكر بطريقة صحيحة لا نحتاج أن نكون عنيفين فيما بيننا وهذا العنف نستثمر بطريقة أخرى الأديان الجديدة أو الدين إذا كان الدين إسلامي أو غير دين إذا يريد يصلح نفسه عليه أن يستثمر هذا العنف الموجود داخل الجماعة يكون جماعات لكن هذا العنف يستثمر بطريقة مختلفة عن طريقة التي اعتاد عليها رجال الدين القدماء وحتى المعاصري لأنه هذا النتاج نفس القيح القديم أو المحاولات القديمة على يوم أن الآن يقول لك لا الدين الإسلامي دين سمح وفعلا يغيرون الأسس التفكير بدلا من أن يكون هناك كفار لا الكل نحن مؤمنين ومؤمنين بالإنسانية مؤمنين بالتعاون مؤمنين بالتسامح مؤمنين بأن ننبهر بغيرنا أن نقتدي بغيرنا نحن منفتحين ولا نخشى على قيمنا وعاداتنا بالعكس مستعدون لتغييرها ما دمنا هذا هو الذي رح يشكل الأساس القوي أو الدورة الدموية لجماعة المسلمين والذي حينئذ سيكون جماعة البشر المؤمنين البشر أو الدين الإنسان كما الدين الإنساني وليس بمعنى الإنسانية التي ليس بمعنى المفهوم لأن فيها إشكالات لكن أنا أقصد دين الإنسان بمعنى البسيط ليس بالمفهوم الشعع أو المفهوم التاريخ هناك جماعة دعت الإنسانية أو دعت للإنسانية هذا موضوع مختلف لكن بهذا الشكل بسيط نوفره ونخرج من دوامة العنف ونستثمر هذا العنف ليس باتجاه الجماعات الأخرى بل باتجاه هذا الكون الكون الذي حشرنا فيه وهو حقيقة هو القفص أو السجن الذي وجدنا فيه رغم أنفنا نحن لا نجد أنفسنا داخل قفص الجماعة ولا داخل قفص الدين بل حقيقة نحن نجد أنفسنا داخل قفص الكون قفص هذا الوجود الذي وجدنا فيه دون أن نعرف دون أن نشاء دون أن ندري وعلينا أن نواجه هذا القدر كلنا سوية وليس أن نواجه بعضنا ونفني بعضنا بعضنا بحجة دين نخلق حجة حجة دين حجة إيمان حجة هذا عدو هذا غريب هذا أجنبي هاي الكلمات كلها هي كلها أصلا كلمات مزيفة وموجودة لكي نبرر من خلالها العنف وعليه فإن مثال كل ما ينجزه العلم كل ما ينجزه الغرب كل ما ينجزه الياباني والصيني وينجزه حتى العربي فيما بيننا سواء مسيحي أو غير مسيحي كل هذا إنجاز لنا جميعا باحتباره منجز إنساني ونحن أبناء الإنسان وليس أبناء الأديان وليس أبناء الدعوة القنيبية أو الدعوة محمد عمارة ولا دعوة أي واحد نحن لسنا قطيعا يجب أن نخرج من فكرة القطيع أو من فكرة الدين أو جماعة المؤمنين أو جماعة المصلين يجب أن نخرج من هذا الإطار ولا مناصة يعني ليست مسألة يجب أنا أقول يجب نحن نحن الآن رغم أن فينا سنخرج من أجل لأننا وصلنا إلى درجة قوية من الصراع فيما بيننا درجة قوية كفيلة بأن تفنينا عن بكرة أبينا كما يقال في ضربة في انفجار واحد قنبلة نووية ممكن يفجر كل شيء وينتهي الإنسان بسبب هذه الرغبة بالعنف بسبب الأمثال محمد عمارة الذي يجعو لأن هناك عملاء عملاء يعني كأنما هناك قضية خطيرة جدا أنبهر بالغرب شيء مشكلة يعني يعني ولماذا بمن أنبهر هل أنبهر بمحمد عمارة مثلا أنبهر بك أنبهر بالقنيبي ماذا يقدم لك القنيبي ما احترامنا لك إنسان لكن ماذا يقدم لك لا يقدم لك علما لا يقدم لك طبا لا يقدم لك إنجازا لا يساعد على تربية الأولاد بطريقة علمية بحثية صحيحة يقول لك هذا العلم لا هو علم اللدني هذا علم هو جزء بسيط ويقول لك ساينس هذا ساينس هذا جزء من علم الغرب ما شيء غلط احنا ما لدينا علاقة لكنه لا يحرض على فتح مراكز بحوث ومع هذا يفتخر بأنه لديه شهادة أكاديمية أمريكية بالشهادة أمريكية ويقدمها أمام الآخرين يريد أن يبهر الآخرين هو الذي يقدم كل وسائل الأبهار الآخرين العلمية لكنه عندما يكون هناك منجاز علمي يقول لا هذا ليس إنجازا وبعد ذلك هذا شفت المقطع اللي شفتو الآن هو دقيقة نص دقيقة يتحدث عن البيهار بالغرب وراها كلها آيات قرآنية وأن السماء ونحن كذا وهذا دليل وهذا دليل لم يوضف أي شيء لم يقدم دعوة لم يقول للناس تعالوا هذه الناس تفوق علينا ما هذا؟ يجب أن نعيد النظام التربوي يجب أن نربي أولادنا على العلم وعلى البحث الألمي يجب أن نتفوق على هؤلاء لا هو لا يقول هذا يقول هذا شفه هذا برهان على أن الدين صحيح وهكذا فهذه الطريقة بالتفكير وأنا لا ألوم القنيبي لأنه هو هذا النظام الحياة الذي نحن فيه منذ ألفين أو أربعة آلاف عام هذا النظام يجب أن نخرج عنده يجب أن نحدث قطيع كاملة معه ويجب أن نكتشفه بهذه الطريقة طريقة السمكة والمثال الذي ضربته مثال السمكة يجب أن نكتشف الماء الذي نسبح فيه هذا الماء الذي نسبح فيه أنا وصفته لكم الآن وصفت هذا الماء الذي لا يراه القنيبي ولا يراه من يؤمن بالقنيبي ويتبعه ولا يعرف أنه يتبع الجحيم يتبع خطوات التي تؤدي به إلى الجحيم وليس لا تؤدي به إلى الجنة ولا إلى مستقبل مزهر ولا مستقبل جيد وعليه أقول انتبهوا لهذه العبارات عبارات مثل جماعة دين مذهب فرقة حزب قوم أم وهذه كلها عبارات عنصرية في جوهرها وهدفها الأول أيضا عنصري تمييزي أيضا كما يقول خلف هذه العبارات جوهر أعمق أو أخطر هو جوهر العنف الكامل في قلب الروح البشرية وهذا القلب أيضا هو أصلا قلب حيواني غريزي وحشي المتحاربون بهذا عندما ترى الحروب بين الرجال الدين تجدهم محاقدين إلى درجة كبيرة غاضبين لا يريدون أن يتواصل الناس فيما بينهم يريدون أن يحاولون جميع الجماعات ويقول لك أنت منبهر ما دام أنت منبهر تنخدع الانبهار تعتقد بأنه شيء سيء هو الانبهار لا بالأكل شيء جيد من قال أنه الانبهار شيء سيء ليش لأنه ما زال هؤلاء أبناء الغريزة العنيفة فيوفر لك لا تنبهر بالآخرين هو يغذب داخلك النزعة الرغبة بالعنف والشهوة لممارسته وصفك الدم هاي الشهوة هي اللي أنتجت لأنه الدين والسياسة العنصرية طبعا هذا هذا الجزء الثالث من الموضوع بعد الفاصل أتحدث لكم عنه هذا العنف اللي يتحدث عنه هذا يدخل عجبا ننتبه لا ليس مجرد كلام من خلال محمد عمار المثالين ضربتهم اللي هي مليون مثالك لكن العنف هذا موجود كل تفاصيل اللغة والحياة وكل ما يقال بأنه هناك رزق إلهي أو ما هذا كل موجود هذا العنف كله يعني يتسرب في كلامنا في مؤسساتنا التربوية هذا هو اللي يخلق داخلنا بيننا أصابات مؤامرات يصنع مؤامرات مما بيننا بل يصنع وزارات هذا العنف يؤسس وزارات يؤسس جوامع ومساجد يؤسس كنائس يؤسس إعلام ويفتح يفتح أبواب الرزق للإعلاميين والمؤجبين بهذا الإعلام الإعلام تلاحظه أنه دائما يركض يلهث وراء الأخبار عنيفة يلهث وراء العنف لأنه يعرف بأنه الناس ترغب بالعنف تشتغل صحيح هو يستنكر الموقف لكنه يجتهي العنف عندما حدثت انفجارات مثلا خلنا نضرب مثال مثلا أحداث 11 سبتمبر الناس تباركت ووزعوا الهدايا فيما بينهم لماذا هذا الناس للتراف واحد ماتوا هذا مو أمريكان هذا مجمع عالمي كل الأجناز وبينهم مئات المسلمين ماتوا لا طلعت الناس تفرح وفرحوا وفيما بينهم انفجارات في بغداد يجي دائشي يفجر في سوق ويقتل 500 شخص الناس تهلهل في الدول العربية لأن هذا من مثل مختلف تخيلوا الشهوة للعنف هذا الغريزة العنيفة للعنف ما لها علاقة بالدين الدين هو الحجة أو الغطاء الخارجي الذي نتحجج به العكس ما تقول حنة رندت من هذا التفاهة العنف أنه مجرد يعني يقول لك أنه الإنسان ينفذ العوامر لا دين وجد لكي يوفر هذه القضية الدولة والنظام الدول يعيش على هذا العنف الموجود في نفوس الجميع وكلما في الأمر هو يستثمر لصالح القادة القطيع أو قادة الدولة أو قادة الدين يعني وتبر الاسم يعني مش مشكلة أي اسم مؤسساتي هو كلهم يستثمرون عنف ويأيشون من خلاله ويعتاشون وأكرر أقول علينا اكتشاف هذه الدورة الدموية الحقيقية التي لم يتوصل الاكتشافها ابن النفيس ولا هارفي اكتشفوا فقط شكلها المادي الدموي الخاص بكائن واحد محدود وبجسد واحد الحقيقة أكبر من هذا بكثير وأن هذه الدورة الدموية الدورة العنف الدموية هي التي تشمل البشر جميعا بل كل كائن حي الحل كما قلت هو أن ما أرفت أن هذا العنف الكامل هو أمر حيوي لا يمكن قضاء عليه إلا بالقضاء على الكائن نفسه يعني هو مثل البكتيريا لوزتين إذا تقتل البكتيريا هاي إنسان يموت لأن ما أساسية فماذا تفعل عليك أن تتأقلم معها وتتعايش معها وكما قلت وأكرر الحل أن يكون هناك نظام عالمي وليس نظام محلي للسيطر على العنف واستثمار طاقات العنف كما تستثمر بقية الثروات الطبيعية يعتبر هذا طاقة العنف الموجودة داخل الإنسان تعتبر هي الأخرى ثروة طبيعية مثل ما تعتبر النفط والغاز وما إلى ذلك والذهب وغيرها تعتبر ثروات طبيعية ثروات طبيعية بمعنى كريمة وليس بمعنى المجازي وكل من يسي التعاون مع هذه ثروة العنف الموجودة داخل الإنسان يجب أن يحاسب لأنه أساء التصرف إلها أو استغلها بطريقة سيئة أو عبثية مع تحديد معنى السيئة هنا طبعا مو أنه تتهمك أنه تمارس هذا الطاقة العنف بطريقة سيئة أو عبثية هاي كلمات يجب أن تراقب ويجب أن يجب وضحها ضمن مؤجم دقيق يعرف هذه المصالحات بدقة حتى لا تتحول أيضا هي الأخرى كما حصل طوال التاريخ إلى مادة تستثمرها قوى العنف نفسها مرة أخرى لصالحها من أجل نيل شهواتها جارفة للعنف على حساب جماعات أخرى شكرا جزيلا وأسفل طالع ونشوفكم خير أختم وأقول هناك الدورة الأساسية هناك ثابت ولا علاقة من نظريتي بالثابت أن هناك ثابت دائماً موجود هذا الثابت يحتاج الإنسان ويحتاج أي إنسان وكان حي حتى يقيس من خلال كل أشياء هذا الثابت يجعل الإنسان يجرع من التثبيت بتاعت اسم الله أو اسم فكرة أو اسم صنم أو اسم حجر أو شجر يعبده ويتمسك به معنى يتمسك به هذا التثبيت راح يؤدي إلى نوع من العنف لأنك لا تستطيع أن تثبت شيء بدون العنف بدون أن تجبر نفسك على التثبيت نفسك داخل هذا الثابت وبالتالي يصبح العالم أمامك هو مادة للحرب مادة للصراع مع الآخر عندما تثبت نفسك أنت بمعنى آخر ثبتت هويتك أو وجدت هوية خاصة بك تحت اسم ما أي اسم مسلم أو قوم أو أي تسمية كانت حتى بشعوب البداية كل قوم أنتم أسماء خاصة بهم حتى الاسم الشخصي مش مشكلة أو باسم إله هذا يؤدي بك إلى أن تكون أن تدير عمليات العنف بصالح هذا الثابت الذي أنت أصبحت عليها أو الذي أنت هذا الجدل بين الثابت وبين العالم ومتغيراته وحركته والمحاولة المستمرة للمحافظة على هذا الثابت يؤدي إلى إنتاج دين فكر أدب سياسة شعر رقص طقوس سياسة حب جينس صراعات حروب وتنافس بشكل بألف طرق وهذا الخاتمة راح هذا الدورة دورة العنف وبين الثابت ودورة العنف جدلة الثابت والعنف والدين بعد ذلك يعني ثابت تثبيت عنف إجباري ثم دين فكر وفن وأدب والسياسة هذا راح أفرد لفصل خاص وأتحدث بتفاصيله الكاملة شكرا جزيلا وأسف علي طالع ومع السلامة اشتركوا في القناة